وإلى الانتخابات الرئاسية المصرية حيث بدأت عمليات فرز أصوات المصريين بالخارج في معظم استفارات والقنصليات المصرية في 124 دولة حول العالم في انتخابات الرئاسة وشهدت منطقة الخليج تزايدا ملحوظا في المشاركة نظرا لتمركز أبناء الجاليات المصرية في هذه المنطقة وبدأت استفارات في عمليات الفرز عقب الانتهاء من التصويت وقال سفير حمدي لزا نائب وزير الخارجية أن العملية الانتخابية صارت بشكل منتظم دون مشكلات بينما نشر المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر نشر صورا لإقبال المصريين في الانتخابات خلال اليوم الأخير معلقا عليها حب الوطن قيمة عليا تتوارثها الأجيال تحية تقدير وإعزاز لكل من يحرص على غرس معاني الوطنية في قلوب أبنائنا في الخارج